دكتورة نحن نرده لما نيلي فيه أصلا مؤامرة على اللغة العربية يا دكتورة اللغة العربية انت بتشوف الكلام اللي بتكتر في الفيسبوك يا دكتورة السنين يا دكتورة يا دكتورة دلوقتي بقى الرهان انك انتي امتى يفقى مصر أغلب شبابها بيقول حتب لغة بتتنطق بس متتكتبش يا دكتورة من يوم ما لغوا حصة الخط من الحصة الخط دي مش كان عشان تطلع خططين طب ولها هتتنطق ولا هتتكتب حسة الخط بقامش علشان نطلع خططين منا محسة الخط عشان نعرف لك نكتب اللغة العربية ونحافظ علىولود اللغة العربية يا دكتورة هي مؤامرة معمولة على اللغة مش كان فيه مسابقات مسابقات للخط المسابقات في الخطابة فاكر زمان هي الفكرة كلنا لما راني عايزة ب celebrated انيج من الخط عشان بس الفكرة الولاد انت لما بركتر Linechashan اللي بيكتبوها هو مش عارف ايه اللي فوقه السطر وايه اللي تحت السطر الفرق بقى بين الطه والتيه والكف والقف والده فأصبح دخلين على فكرة ان لغة تقرأ ولا تكتب انا بشوف ناس محترمة جدا انا حكيت دي بس انا اسف اقولها لمرة العشرين في منطقة تدنيد الحلمية ايام ما كانت تدنيد الحلمية قبل ما تروح في جسر السويس قبل ما تروح هكستب لا تدنيد القاهرة يعني دفع مقالاة عليا ففي شاب مسك الاستمارة ووقف محتاس فصف صفت شابه كده كل واحد عمال يكتبه يملاوه عشان ورعا بيقدمه حالك كده قال لي يا ابني لما انت بتعرفش تكتبه اللي جابك مع قال له انا خريج دمعة انا خريج دمعة الامريكية قال لي طبك ده بقى له وبعرفش اكتب ورب الكعبة هذا حصل طب ده زمان انا الكلام ده من 15 سنة طب دلوقتي بقى لما خلصت فاكت استنيني فانا دلقيه الحكاة دي كان مدير ادارة التجنيط كتبت هزي الواقع فاكتفهم ما في حد ما لوله الاستمارة فاكتشف انهم لما كتبت لهذا الموضوع جات لي رسالة وارسالة دي كان من يعني من 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 حقنا حق احد يعني عضاء السفارة المصرية في تركيا ساعتها اللي هو اللي هو مدوح الامام فبعت لي ده بعديها بشهر قال لي كان فيه ابتماع الجامعات الامريكية في العالم أظن عشرة وكان فيه ابتماع موجود أظنني كان في تركيا درق ساعة الجامعات الامريكية وبعت لي النص بتاع الكلمة اللي قالها رئيس الجامعة الامريكية في مصر وقتها وكاتب بيقول انا نجحت ان انا طلع خررية من عندي ما بيعرفوش يكتبوه عربي فلسطوب خلاص انت ده اللي انا عايز اقول هناك مؤمرة على اللغة العربية فلما نينشيل المعممين ونحط اللي ما بيعرفوش يبقى تعرف ان المؤمر ده من زمان الحاجات اللي بتتعامل من زمان عشان تعمل في التعليم وفي حاجات كتيرة جدا عشان تطلق